السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سبب خلاف مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور سواريش يطور مهارات لعيب الأهلي بكرة المضرب وحسام البدري ينقذ أبو جبل في يعني اللحظات الأخيرة أستأذنك في بداية الحلقة لو أنت بتشوفني على الفيسبوك أو اليوتيوب ما نساش تعمل لايك للفيديو وشيري للفيديو في كل مكان وما ننساش لو على اليوتيوب تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس لو على الفيسبوك تعمل فولو أو لايك للصفحة سبب خلاف مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور طبعا تعرفين الزمالك حاليا بيحاول يدعم الفريق بعناصر وصفقات جديدة زي أي نادي موجود في يعني الساحة حاليا يعني الزمالك بيحاول يتكلم بعض لعيبي غزل المحلة ويمكن تقريبا خلص في اتنين أو تلاتة منهم لسه برضو الموضوع ما بقاش رسمي عشان أعلن عنه وايضا بيكلم لعيبة مش عارف منين ومنين ومنين وكلام كتير المهم اللاعب يحيا جبران لاعب نادي الوداد عقده انتهى مع نادي الوداد وأصبح لعاب حر يحيا جبران الوداد عايز يجدد معي ويحيا جبران حتى الآن لا يريد التجديد مع الوداد علشان هو نادي الزمالك فوضو وهو مستني عقد يجيله من نادي الزمالك أمير وطنة منصور كانتكلم مع يحيا جبران وسأله هل انت موافق انك تيجي نادي الزمالك ولا لا والراجل أبدأ رغبته انه هو يجي نادي الزمالك وما أبداش اي اعتراض على مجيئه لنادي الزمالك ولكن اللي حصل بقى ايه ان وكلاء او وكيل يحيا جبران لما لقى ان أمير وطنة منصور لسه ما خلصه في صفقة يحيا جبران ولسه يحيا جبران مرسيش والراجل حاليا بلا نادي هو عايز يعرف هيجدد الوداد ولا هيروح الزمالك ولا هينظر في بعض العروض المقدمة لي راح وكيل يحيا جبران مكلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من وراء أمير مرتضى منصور يعني المشرف العام على قطاع كرة في نادي الزمالك طبعا أمير مرتضى منصور هو المتخصص عن يعني ملف الصفقات في نادي الزمالك وهو المسؤول الأول والوحيد في إنهاء الصفقات والكلام ده بالاتفاق مع عدارة الزمالك والاتفاق أكيد مع والده مرتضى منصور أمير مرتضى منصور لما شاف الموضوع ده حصل يعني راح سأل والده إيه اللي حصل وإيه اللي جرى والده رد عليه أو الناس اللي كانوا حواليه ردوا عليه أو حضروا القعدة وقال له إن وكيل يحيى جبران كلمني قال إنه هو لعب نفسه يجي نادي الزمالك وعايز أنضمن نادي الزمالك وأنا عن نفسي وفقت وموافق مبدئيا خلص الكلام أو خلص الصفقة يا أمير طبعا أمير زعل جدا 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 وكان يعني في خلاف أو عتاب منه لوالده اللي هو إزاي المفروض أنا مسؤول عن الملف ده المفروض حراك لما كانوا يتكلموك كنت تقول لهم لا روحوا كلموا أمير أمير هو المسؤول أنا ما ليش دعوة أنا مش هوافق وهرفض في حاجة زي كده طبعا في الآخر أمير مرتضة منصور إساند الزمالك قال له كده كده الملف في إيه دك أنت حر تجيبه أو ما تجيبهش لكن اللعب لعب جيد جدا ويعني أنا شاف أن إحنا نتعقد معه بعدين هو لعب حر فأمير مرتضة يعني زي ما تقول لا أنا مش هجيبه خلاص شكرا أنه هصرف نظر عنه طالما هم بيلفه من ورايا أو الوكيل بتاعه بيلفه من ورايا وبيجي لك عشان خاطر أنت تخلص الصفقة وأنت تلغط على علي أو تلغط على على الإدارة وأنهم يوافقوا أو يرفضوا أو كلام ده كله وأن أنت تطلع تتكلم عن الصفقة في الإعلام فخلاص اسمه رتبط بالزمالك وهكذا فسعره يعلى وفي الآخر هم يستغلونه ككبري وفي الآخر ما يجيش الزمالك فأمير مرتضة منصور ضد مجيء يحيى جبران لنادي الزمالك حتى ولا ببلاش وشايف أنه وكيله بعد الحركة اللي عملها هو بيحاول يستغل اسم الزمالك علشان خاطر يزود سعر اللعب ويجي له عروض تانية إما يزود تمن تعاقد الوداد معه تعاقد جديد فهنشوف القصة ترسى على إيه الفترة اللي جاي سوريش يطور مهارات لعيب الأهلي بكرة المضرب ريكاردو سوريش من ساعة ما جاء النادي الأهلي وهو بيحاول بأقصى جهد عنده وبأقصى طاقة ممكن أنه هو يطور من مهارات لعيب الأهلي الفردية يطور من مهاراتهم الهجومية والدفاعية لكل واحد في مركزه وأيضا في خط الوسط والتمرير والتحكم بالكرة يطور في التسليم والتسلم وأساسيات كرة القدم اللي بيعملوا سوريش يا جماعة هو اللي تكلموا عنه ناس كتيرة ونجوم كتيرة وأعتقد يمكن كان أبرزهم منو الجزيل اللي قال وأيضا كيروش اللي قال أن اللاعب المصري يفتقد لأساسيات كرة القدم احنا فعلا مع كامل احترام من كل لعيب المصريين في لعيبة مصريين ما بجمعش بقول لعيبة مصريين كتير ما عندهمش أساسيات كرة القدم ما عندوش فكرة انه إزاي يستلم الكرة ازاي يسلم الكورة ازاي يتمركز صاح يعني ايه مان توان يعني ايه زون ديفنس يعني ايه تارغيت مان يعني ايه فولس ناين في الخطط عمتا يعني ايه بهاينزا ديفنس يعني ايه كاونتر اتاك يعني يقول اوت ديفنس قل اوت اتاك كلام كتير جدا 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 فيه آآ المنظومة الخطاطية آآ لعايب المصري ما عندوش الفكرة دي او ما عندوش الحتة دي. ما عندوش مهارة التسديد من خارج مطابي الجزاء مهارة تسديد بوشت القدم ببطل القدم بالسوكة كلام كتير كتير فعلا مفقود بدأ ريكاردو سوريش يحط ايده على المنظومة دي وفعلا هي المدرسة البرتغالية عمتنا يا جماعة في تدري في كرة القدم بتحب تعتمد على تطوير مهارات اللاعب بتحب تعتمد على ان اللاعب يخش كأنه صفر في الكرة ويدخلوا مدرسة ويعلموا الاول اساسيات كرة القدم بعد كده يعلموا مهارات كرة القدم بعد كده يطور من مهارات كرة القدم سوريش بدأ كمان يعلم بعض ابرزهم اللي بتطور في مهارات كرة القدم علي معلول وياسر ابراهيم كان ابرزهم دولما كلهم تقريبا بضربة كرة المضرب بيحاول يعلمهم ازاي يستلموا ويسلموا كرة المضرب ازاي ينطر كرة المضرب ازاي شوت كرة المضرب بوش رجله كلما اللاعب بيلعب بكرة اصغر كلما مهارته بتبقى اعلى كلما اللاعب بيسدد في مرمى اصغر في التمرينات كلما مهارته بتبقى اعلى وبيعمل تمرينات سرعة وتمرينات تنفسه. ما شاء الله اللعب بيطور المنظومة الاهلوية بصورة اكتر من رائعة. النادي الاهلي الفترة القادمة وفي تكره كلمة هيبقى يعني شكله مرعب. اه مع ريكاردو سوريش مدير فني شاب عايز يعمل لنفسه اسم كبير. عايز اه يعمل طموحات كبيرة. عايز يعلي اسمه في السوق. عايز يعمل مع النادي الاهلي. كل حاجة ممكنة وغير ممكنة واعتقد ان ريكاردو سوريش هيعمل مع النادي الاهلي. يعني اه شكل جديد جدا ويعمل معه اه بطولات كتيرة جدا الفترة الجاية. ربنا ربي يسطر يعني ويوفق الجميع بازن الله. حسام البادري ينقذ ابو جبل. يعني ابو جبل حتى الان موقفه متأزم مع نادي الزمالك. موقفه متأزم مع نادي النصر السعودي اللي كان تعقد اه مع ابو جبل بستة مليون دولار في تلات مواسم. ولكن بعد كده اه حب نادي اه النصر السعودي يفسق تعقده مع ابو جبل بعد تعقده مع اسبينا اه كابتن منتخب كولومبيا اه اه رسميا. وحرس مرمى طبعا. اه فهو خلاص مش عايز ابو جبل. فكلم اه نادي النصر السعودي ابو جبل. قال له خلاص ابو جبل احنا مش عايزينك. واخد مقدم التعاقد اللي هم عام اتنين مليون دولار دول خدهم واحنا هناخد الاربع مليون دولار. ابو جبل قال لأ لو هتفسخوا التعاقد انا هاخد فلوسي كاملة ستة مليون دولار ولو ما جبتش الفلوس دلوقتي يعني على طول انا هقدم شكوى في الفيفا وعلى فكرة الناس كلها بتقول ان ابو جبل لو قدم شكوى في الفيفا لان نادي اتعاقد معه عايز يفسخ العقد ابو جبل ياخد الفلوس كاملة بتاعت التعاقد التلات ستنين ستة مليون دولار من غير ما اللي اللي عبوا لا ماتش. مهم الموقف متقزم جدا مع نادي النصر السعودي وانا دي نصر السعودي برضو عايز اه اه يشكو ابو جبل للفيفا وتبقى قصة كده كبيرة بين الاتنين. وازا مالك يرفض ابو جبل وابو جبل يرفض التجديد وقصة كده كبيرة وابو جبل حاليا بلا نادي. ولكن ظهر في الصورة من بعيد ضوء كده يعني امل كده لابو جبل. بعد تولي كابتن حسام البدري المدير الفن المصري اللي اكيد بنبريك له اه على تولي اه تدريب اه نادي وفاق اسطيف الجزائري النادي المحترم اكيد النادي اللي كان عامل يعني اه اكثر من رائع اه في اه البطولات الافريقية اه في الموسم السابق. واللي ان شاء الله اكيد دي مستقبل كبير. فحسام البدري حب ان هو يدعم مركز حراسة المرمى في نادي وفاق اسطيف. وكلام كتير جدا ان حسام البدري يكلم ابو جبل ووكيل ابو جبل حاليا اه قريب يعني هيسافر الجزائر يقعد مع اه اه نادي وفاق اسطيف. وهتكون الصفقة تحت وصاية او تحت رعاية كابتن حسام البدري اللي هو عايز ياخد ابو جبل في اخر اللحظات وينتشه كده وهو قصون ان هو ببلاش ويروح يبقى حارس مرمى لنادي وفاق اسطيف الجزائري. ويعني كلام كده بيتقال في الصحافة انا مش مش متأكد منه ولكن كلام اتقال ان ابو جبل احتمال يرجع لزوجته الجزائرية اه مرة اخرى بعد تقريبا ما ما اطلقه وهي تكون اه سبب رئيسي في ان هو يجي الجزائر يعيش هناك مع زوجته يبقى مع نادي وفاق اسطيف ومع نادي الكابتن حسام البدري. قصة كده ان شاء الله يعني بدأت تلوح في الافق هنعرف بازن الله ابعادها كلها ان شاء الله او ما نتأكد من الخبر الرسمي نطلع نقول لكم رسميا حصل كزا 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 كزا. كان مع اخوك عمر عاطف في قناة صاحبك وانشاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.